اهلا وسهلا مشاهدين ترند اليوم النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي مشاكل الشعر مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها كل من البنات السيدات الرجال حتى الاطفال كل واحد ليه مشكلة مختلفة عن التاني وصفات كتير ومنتجات كتير بنسمع عنها وبنجربها فيه منها اللي بينفع معينا وفيه منها اللي مش بينفع معينا النهاردة معينا خبير الشعر محمد ممدوح الشهير بميشو هيكلمنا النهاردة عن مشاكل الشعر وإزاي نحل لها أهلا وسهلا محمد ميشو بقى لأن انت مشهور بميشو طيب دلوقتي ميشو أول مشكلة عايزة أتكلم عنها وهي مشكلة يعني تجيبا كل الناس عندهم نفس المشكلة وهي مشكلة تساقط الشعر دلوقتي إيه أعمل إيه عشان أحافظ على شعري إن هو أمنع التساقط بطيانه ومبدئين بيبقى أول حاجة بيبقى بيبقى عمل نفسي بيتوقف على عمل نفسي الشعر طيب وطانية حاجة بدي بقى مثلا إيه اللي هو الغسيل إزاي نكسل شعرين مثلا على مدار مثلا إيه الأسبوع في عوامل فصول الشتاء والصيف طيب بالنسبة للصيف مثلا لازم نكسله مثلا مردين في الأسبوع اللي هو بس شامبو مثلا معين مثلا بيبقى ما بيضورش الشعر ما بيضورش مردين معين جونسون مثلا طيب وبعد كده بنعمل حمام الكريم أو حمام الزب بتاعنا في فصل الشتاء بنكسله بقى واحدة بس في الأسبوع طيب الطريقة اللي أنا بخسل بيها شعري هل مثلا بحط الشامبو على شعري كله وإراغيه كله ولا بحطه من فوق بس وأعمله بطريقة إنسيابية بس بنعمل زي رساج بنعمل زي رساج خفيف قوي كده وبعد كده بنشتفه وبعد كده نعمل حمام الكريم بتاعنا ونجيب مثلا فرشة أو مشت وهو حمام الكريم فيه نسلكه من تحت الفوق أنا طريقة الاستعمال بلما نسلك الفرشة كده الشعر هو ما نصرحش كده وحتى من ريخ حمام الكريم نبدأ من تحت الفوق أتلاقي الشعر بقى سهل معنا وسلس وتسلق الأدو تمام طيب بالنسبة لقص الشعر فيه ناس تقول قص شعري كل ثلاث شهور عشان يتقل هل فعلا لما بقص الشعر بيتقل ولا ده بيديني إحساس بإنسيابية الشعر الشعر عملا بيتول في الشعر مثلا من 2 سنتي إلى 1 سنتي فإحنا كل 25 يوم مثلا بقص سنتي ونص بقص الشعر ما بنقصه بيبدي كسافة وبيقاتيل تمام طيب هنتكلم دلوقتي عن فراغات الشعر دي مشكلة كبيرة جدا وبنعاني منها في جميع المراحلة العمرية مثلا فيه يبقى مكان فرغ في الشعر أي حد بيروح لدكتور جلدية الدكتور بيكتب على كابسولات أمبولات هل الكابسولات والأمبولات دي بتطلع الشعر من المكان الفوضي ولا بتحافظ على ما تبقى في الشعر عملا ما فيش حرر بتطلع الشعر كل اللي بنحطه ومبدئيا بنستعمل حرارات طبيعية يعني أنتي أول ما تروح للدكتور تقولي شعر بيوقع أول حرارة في أنيميا أول حرارة يكتب عليك مكامل غزائي فهنا بنعمل إيه بنعمل نشتغل حرارات طبيعية زي المقصرات زي مثلا الصفار البيض زي الننباري زي الصدفات اللي هي مثلا زي الجندوفلي ومن خلول الحرارات دي مفيدة جدا للشعر فبنشتغل العلق داخلي وبعد كده العلق فرغ طبعي فنازمنا الكريمات اللي هي الإيل والزيوط الطبيعية والحرارة الطبيعية طيب يعني فعلا المكان الفوضي يثبت الموجود يعني ما تحسش بعد كده اللي فيه اللي هو بيفضع حافظ اللي هو ما يقعش لكن ما فيش هذا بطلع منيزبالك اللي هو تقل بس هو ما فيش حاجة بتطلع بس بيحافظ بيثبت الموجود تمام طيب ايه رأيك في تركيب الشعر اللي هو الاكستنشن والشواتير اللي طالع ان احنا بنركبها في شعرنا هل مضرة بالشعر ولا عادي جدا ان احنا نركبها في اي مناسبة هو فيه قزة مرحلة لها فيه استنشن بيبقى مثلا بيبقى بكليبسات بنعمل زي الدفاير وفيه مثلا بنعملها بالدوبل فيس وفيه بنعملها مثلا باللي هو زي إبرة تركو خياطة وفيه اللي هو بيخرز بس يعني ايه الخف دار فيه هو الدبل فيس تمام بنجيبه هو الدبل فيس اهو مثلا خصلها دي خصل بتتركيب كده قديم من الشعر نشييه دبل فيس من هنا تمام وبناخد خصلها خصلها في الشعر كده مسلا ناخد شعر زررين ونعمل بالدبل فيس تمام بس حتى بفكها بيبقى سهل يعني مسلا بيجيب مثلا زي يعني فيه مادة بنجابها بيبقى سهل ما بيجيش الشعر لكن اي حاقه تاني بيقفه تأصيفه فيه عشان وبتوقيته من الشعرية اللي هو أي حاجة تانية زي الكليبسات وكده يعني لما بنشوف كوافير مثلا بيدفر جزء بسيط من الشعر ويمسك الشواتير فيه ده طبعا بيبقى حملة على الشعرية بيقصف أكيد طبعا الشعر بيقصف وحنا بنعمل عشان نمسك الشواتير بالكليبسات بنعمل زي ديفيرة كده بنعملها ونعمل فيها الكليبس الديفيرة دي عدت مع الكليبس بتبقى أول ما بتفكيها بتلاقيها الطمق فبعطي تأصيفه عشان الخصل دي ينفع أن أي حد يركبها في البيت ولا لازم نروح كوافير لسانة جدا شخص في البيت بالشيء ده بالفصل نمسي خصلية خصلية بنزعها مثلا كده بنوزعها على الشعر بقى كله طيب ميشو دلوقتي برضو فيه مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها مش هقولك الناس الكبار بس لا ده كمان فيه صغار السن يعني ممكن تلاقي مثلا 25 سنة فأكثر عندك مشكلة الشعر الأبيض دلوقتي الواحدة بيطلع لها الشعر الأبيض ما بتكونش عارفها تعمل إيه الحل تحط حنة ولا تحط سبغة الشعر لبا نعمتا ما فيهش حل دي هو حلين بس اللي هو السبغة والحنة بس يبقى فيه سبغة اللي يبقى شفيها أمونيوم اللي يبقى مش مضايفة يعني ممكن أزبغها كل أسبوع كل 20 يوم فعلا يعني لو الشعر مثلا سبخته وبعد عشرة أيام ظهر شعر أبيض تاني بدون أمونيوم ما فيهش أي مشكلة فازل ما فيهش أمونيوم حتى مثلا زي إيه زي تريتمن للشعر حمام كريم حتى ما تدير تكسلي السبغة بتحس اللي هو ما فيهش مش ناشف زي السبغة العادية يبقى فيه تريتمن وطري كده وسهل وسهلس ويبقى سبغة بقى ممكن نحطها احنا ما حطت عمتا السبغة كلها منيبدأ بالجدور اللي تحت وخلص السبغة بعد كده بتبدأ بعد 20 يوم أو 25 يوم الجدور تطلع فعلا ما هيجي نزبغ بعد كده مش هنزبغ الشعر كله هنبدأ بالجدور بس يعني أول 2 سنتي تلقى أول 3 سنتي طيب ولو الواحدة بيطلع لها الشعر الأبيض ده وطبعا مش كل شوية عايزة تنزل الكوافير تعمل الشعر الأبيض ايه أحسن طريقة مناسبة ان هي تقدر تعمله في البيت بس في حالة ان يكون الشعر ده مش كسير طبعا فيه ناس بيظهر لها شعر شعرتين ثلاثة هل في حاجة طبيعية تحطها للشعر ده انه مايكترش الأبيض فيه بيبقى مجموعة فيه بيبقى فيه زياد السمسم وزياد اللوزرين ده هو بنحطهم على بعض تمام وبنحطهم مثلا كله مثلا في الزموع مثلا المردين ده هو بيثبت أي لوم موجود في الشعر أين كان بغني أين كان يسود تمام بس طبعا ده بيرجع لنوع السبغة اللي احنا بنختارها عشان خاطر ما تدرج بشعرنا السبغة هل لما بحطها بتنشف شعري فعلا وبتبوزوا وبتخليه هيش ولا مش شرط الموضوع دوت هي السبغة العادية طبعا بتبوز الشعر أه والحنة بتنشف برضو الشعر لكن السبغة اللي هي ويزاوية أمونيوم دي دي ما فيهاش ضعر حتى لو استخدمتها كل يوم كل يوم كل يسبوها ما فيش أي مشكلة تمام طيب وفي نقطة تانية اللي هي قطر السبغة يعني ناسك ملا بتقول قطر السبغة في بقى الشعر ده ما فيش مفيش الكلام ده تمام آه فعلا بنسمع آه كلام ده مش حالة أسمعها خدي السبغة في بقى الشعر اللي بيبقى أبيض بيبقى أبيض والناس بتسمع شعر كل مثلا شعر كله مش حالة أسمعها السبغة بالبقى الشعر عمده تمام طيب عايزة أعرف بقى رأيك كمصفف شعر وطبعا أنت ماشاء الله عندك فروع كتير بالنسبة للكرياتين والبروتين أنا عارفة طبعا أن الكرياتين والبروتين بيدخله دخل جامد جدا لأي محل وأي مركز تجميل بس الفكرة أن أنا عايزة أستفاد منك في كلمة واحدة هل مفيد ولا بيدر الشعر؟ هو فيه سوء استعمال وفيه حسن استعمال يعني مثلا هو مثل البروتين بيبقى أعلى باكتش في الأيان كانت في الكوافرات أو في الحلائين تمام اه فهو مثلا البروتين ده بيبقى لازم أن يمسق موزقة الصحة بيبقى لازم مثلا يبقى مش منتها الصلاحية بيبقى مثلا مادة كونك وياسة اه فبنشتغل بيها فإيه زي ما حديث مثلا بيجيب مثلا مثلا بيجيب مثلا بيجيب مثلا بيجيب مثلا بيجيب شمال مطبخ البروتين بيجيب وغزيلي فبنعمله مثلا بنكسل الشراق بيجيب أو مش جنسهم متع الأطفال تبقى بنيوزع المادة ما بنقبسهش على طول بقى نعملها بيجيب مثلا مع تالت جلسات تلك جلسات بيبقي لازم بنقعد مثلا بتاع ساعة ننشوف طبيعي اه وبقى كان نعملها تلك جلسات وننكسله دف نفس اليوم ولا بيبقى الأيام دف بعدية بساعة طميم في خلال الوقت بتالي بيجيب كتابي بيجيب طميم يعني أنا دخلها دلوقتي مركز تجميل وعايزة أعمل شعري كرياتين وبروتين أعرف إزاي إنه هو جايب حاجة براند جايب حاجة نظيفة مش بواضي شعري لازمني بقى عندك ثقة في الحنطاتك مثلا بتتعمل معزل قوافير أو مثلا صالون تمام وعامة فيه يعني فيه كتير يعني البروتين دوت بوتكس يقول لك بروتين كولاجين بروتين ترميم يقول لك بروتين فأي حاجة فعلا يعني حتى الترميم هو برضو هو هو بروتين بس هنا فيه نسبة فرمالين أولا إيلا نسبة فرمالين هو بقفارك مش أي شعر يتعمله بروتين لأنه بفيه شعري خفيفة جدا فبالنسبة لهو كالكرافيرات اللي هو مثلا قشور ده بيعالي فبيعمله بروتين تمام فممكن البروتين يدر الشعر لو الشعر أساني مش مستحمله تمام طيب بالنسبة للترميم إحنا قلنا هو هو الكرياتين وبروتين هو هو بس ما فيهوش دازم وفرمالين ما فيهوش فرمالين فبيعمل زي إيه تريتما للشعر يعني واحد شعر خشن حطت الترميم مش هيفرد بس هيحافظ على هيشانه اللمعة والتأصيف وكلا يعني هو كنوع من أنواع كريم زي حميم الكريم بس أحسن شوية بس مايفردش الترميم مايفردش لا مايفردش آه آه تمام طيب فيه سؤال تاني برضو كنت عايز أسألك أنا مثلا لو عندي في البيت استشوار وبيبيليس طبعا مش كل واحدة فينا بتنزل الكوافير كل يوم طبعا بتاخد الشعر الشعر بيبقى مبلول عايزة أستخدم الاستشوار والبيبيليس عنه اللي بيكون أضر يعني أقصر ضررا للشعر البيبيليس طبعا عشان دار اتحارته تبقى عالية بتبقى 20 و40 طب الاستشوار ما بتبقى حيارته عالية الاستشوار ما بتبقى حيارته ونطلع نازم أن ننشفه ما ينخلوش مثلا يبقى مبلول وبينقط يخليه من ندي كده ونشفه بالهول استشوار ونخليه ينشف طبيعي وبعا كده بنعمل الاستشوار بالفرشة بيبقى مثلا بعيدة على الفرشة مثلا ب10 سنتي عشان ما أصف الشعر قلت بالسخنية بدقط بنتشعرها فبنعمل استشوار وبنعمل استشوار بقى ونعمل زي بوليوم كده استشوار طبيعي خالص يعني احنا بدنا نشفه ما بنعملش بقى استشوار جامد بقى وكده وبعا كامل نجيب البيبيليس مثلا لو هنعمل بقى الاطراف مثلا ويفي ما ناخدش بقى الشعري كله نقد نفرد فيه تاني ونقد الاطراف ويفي ليس على ته طيب هل ينفع ان انا اعمل الاستشوار وانا حتى زيوت او كريميت في شعري لازم تبقى الشعرية مخصولة كويس جدا هتلاقي عربية نموس كده والله اه اه يعني الافضل يكون ما فيهوش اي كريم ولا اي زيوت خالص هتلاقي بننخن قدر كل ما بقى فيه زيت في الشعر مع السخنية الشعر بتقصف وبتتقتم تمام بتتقصف خصة الشعر البصيلة بتاعة الشعر نفسها طب يعني انا لو بعمل ببيبيليس ايه الوقت الكويس اللي انا على فترات ممكن اعمله فيه يعني كل قد ايه اعمل ببيبيليس وو بي في المناسبات طب غير المناسبات ممكن مثلا كل مثلا يعني مواجدين في الشعر مواجدين في الشعر مواجدين في 25 يوم طيب لما اعمل ببيبيليس يعني احسن موضة اعادوا بيها قد ايه وبعد كده اخسله يعني من خمس يعني من ست ايام مثلا لعشر ايام اه من النسبة للحليل تمام من النسبة للفيغالي مثلا اربعة ايام تلات ايام تمام طب احنا دلوقتي طبعا شغال معنا فيديو ليك بشغلك في المحل احنا عارفين طبعا ان الرجالة دلوقتي بقوا بيهتموا بنفسيهم نفس برضو سبغة نفس تسفيحات شعر جديدة بيعملوها كنت عايزة اسألك على بالنسبة للسبغة لدقن الرجل طبعا احنا عارفين ان البشرة بتاعتنا حساسة جدا وبتختلف عن اي بشرة في جسمنا السبغة لما تتحطى على البشرة بتاعت الوش لما ييجي يسبغ دقنه هل دي مش مضرة ليه؟ نا لا مش مضرة برضو بدو قامونيهم السبغة هي لا يتحطى على الشهر هي هي بس مش بتضر بالبشرة بتاعت الوش نا لا خالص طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن طبعا تقول لنا مواصفات طبيعية اللي هي اي ست بيت تدخل عند عطار تدخل مطبخة ان هي تعملها بيديها تكون حاجات طبيعية ما يكونش منتجات طبعا احنا عارفين بنشتري منتجات من بره نلاقي مثلا التركيبات بتاعتها حاجات احنا مش هنعرف نعملها لأنا عايزة حاجات مواصفات طبيعية نقدر نعملها بالنسبة كلمني للشعر الدهني ايه المواصفة يعني اللي انا ممكن اعملها في البيت الشعر الدهني فيه زيت اسمه الجوجوبة وزيت اللوز وروزماري والجرير ده بيبقى مغموعة بنعملها تمام وبنعملها مثلا على مثلا مدرق مثلا ايه قلة اربع تيام مثلا بس النامز زي حمام زيت حمام زيت بنسيوه مثلا يوم كامل وبنشوفه تانيوم عادي طب دول ايه بغليهم مثلا مع بعض لا لا دههم بيضافوا على بعض اه بجيبها زيوت زيوت مش خمات لا لا زيت الجوبة والنزرين والجرير تمام ومنجمعهم مع بعض ونعمل زي ترقيبة كده ومنوقت بس اما حقا ما بديكي تحطي ما تحطيش كده تمسكي الجدور وتعطي زي رساج كده يعني تحطي زيت وتتعاقي زي رساج عشان ايه تنشطي بصالة الشعر نفسها وتستقبل الزيت اه يعني احط على فروة الراس محطش على الشعر نفسه انا عم حقا غزة انا عايز اغزي من جوة اه اه تمام طيب بالنسبة للشعر الجف بالنسبة للشعر الجف بيبقى زي بس الهند وزيت خاروة وغزة الخاروة برضو بيفيد برضو الرموش والحواجب اه تمام والزيتون برضو زيت الزيتون وزيت الخاروة او زيت المس الهند تمام طيب انا عارفة ان انت بتعمل ترتيب عندك في المحين اللي انت مشهور بيها جدا ومشهور جدا ان احنا بنروح لميشو ونعمل حمام كريم في شعرنا وطبعا ما شاء الله انت عندك فروة كتير مشهور بالتركيبة دي طبعا انا عارفة ان اي صاحب محلة ما بيحبش يقول على التركيبة بتاعته بس طبعا احنا عايزين نيفيد المشاهدين فياريب بقى تقولينا للتركيبة الحلوة بتاعتك عشان احنا نعملها لين احنا بالنسبة للكريم اللي انا بعمله تمام اه وبالنسبة للكريم اللي انا بعمله دوت بيبقى كريم طبيعي جدا بيبقى بص الهند على اللغين على زيت زيت طب يعني زيت معطر تمام بيبقى كويس جدا ومش مقص بعمش حقا في الشعر وفي غزة كمان وبينتينه عايزين زيت تصفيف الشعر طيب ممكن نرفعها نوريها كده للمشاهدين تمام كريم عادي وسهل جدا وحتى ما تيجي تخسيريه فسهل في غزة يعني ما بيلبكش الشعر ده برضو نفس طيب ده استخدمه ككريم مصفف ولا كحمام كريم نا ده تصفيف تصفيف بعد ما اتخذت الشعر وكلها بتحطي منه أو ممكن بعد البيبيليس ممكن سند غيرها تمام بعد الاستشوار تمام طيب بالنسبة احنا قلنا للشعر الابيض فيه مواصفة لين احنا طبعا بنحط زيوت معينة زيت السمسم والوزرين باللون الشعر تمام تمام وما غلط الناحنا مثلا لو فيه شعرية بيضا نشدها عشان ما تطلعش تاني ده بالغلط وغلط احنا القصاب المقص اه اه طيب فيه نيس يعني بتقولك ايه نجيب اسبري احنا خرجه فجأة وطبعا مش هلحك عامل صبغة في شعر اه في اسبري ببقى الوان سريع تمام اه وما بتأثرش على الشعر زي ده كده مثلا ايه اه مثلا ممكن تعملوا لون في بعض ده احنا ده اسبري اسود اه وده الشعر بنعمل كده اه ده اعدنا لون اسود اه تمام ممكن نعمل كل اسود وممكن نعمل مثلا ايه عايزة تعمل شكل مثلا زي هايلايت زي هايلايت خصت لها كده اه اه ممكن عليها ري كده يعني اسود في ري خصت تمام بس هل المنتجات دي مش مدرعة بالشعر لا دي مش مدرعة فقط اه دي بتطلع مع مش مفقاش اي سبغة مبدوع سبغة ولا اي حاجة تيزي الشعر فقط طيب دلوقتي كان فيه ناس بتسقيني على البيبيهات الصغيرة وشعر البطن اللي هي البيبي طبعا بيتولد ليه شعر فيه ناس تقولك ايه لأ نشيل شعره خالص عشان الشعر اللي يطلع يكون كويس من عدد التقليدية اللي احنا ايه مثلا اي حد مثلا حفيدها بيحلق ايه ابنها اه شيله شعره زيوع عشان خاطر ايه يتقل ده غلط ده بيبقى اول سنتين بيبقى ده شعر البطن فلازم بيبقى اول سنتين او بما ايه الشعر يتبع بيطلع اه وما بني طيب نشيل بالمكان مثلا يزيره كده بميمكن نغير خصة الشعر يقيمفحها يبقى خشن من ممكن ان ق لو شعره نفسنا عينفحه يطلع خشن قاوي اه اه حتى ممكن تلاقيها عاية لكدة هو عاية لollar بدا��� يسمعني شعر جوه خشن هو شعر ونعم قاوي evet ممكن نكون هوا الغاية عمله كده اه اه تمم طيب بالنسبة بقى للبنات الصغيرين والبنات طبعا وإحنا طبعا عايزة أعرف وأنا قاعدة في البيت أعمل شعري يعني مثلا دي الحصان الكحكة طبعا أغلبيتنا مش بيسيب شعره كتير في البيت دي الحصان مثلا بيأزي شعري دي دي الحصان ليه بقى عشان هو بيتشد كده فبينهل الشعر كده من جوا خالص وبيباوز شعر فإحنا ممكن نسيب قصة وجناب كده ننزل على قصة وجناب واللم بقيت الشعر علي أو الممكن نلفه طريقة طريقة البنات هي تمام بس نزمن ننزل مثلا كده إيه اللي هو القصة وجناب ننزلهم كده على جب وبعد كده نلم الشعر علي لكن نسحبه كده من قدام خالص ده غلط طيب بالنسبة للمرأة المحجبة والعاملة طبعا أنت عرف أن هي بتفضل طول اليوم لما شعرها ما بتهوهوش هل ده برضو بيأثر أن الشعر يحصل له مثلا تساقط أو حاجة طيب إيه الحل في كده هي بيبقى غصبا عنها نياب بتروح شغلها وحطها الحجاب وطبعا شعرها مش بيتهوه إيه الحاجة اللي ممكن أننا مثلا تعملها عشان تحافظ عليه تكون مميزة فين هو ما يقعش لا حمامة الزيت مرأة ممكن أن نعمل حمامة الزيت ونروح بيه الشغل عادي بفوق الطرحة بس نقع بعد حمامة الزيت ممكن نحط بونة وتلبس تحقيب الطرحة عادي تمام ده يحافظ أن الشعر ما يحصلش تساقط فيه مفيش تساقط طيب بالنسبة لحمامات الكريمة اللي إحنا بنعملها بعد الشعر حمامة الكريمة المفهود يتعامل كلها دقيق مع غسيل الشعر مثلا في الصيف هل نقسل شعرنا مرة واحدة نعمل حمامة الكريمة مرة بس ممكن نعمل يعني ناخد شعر عادي كل يوم بس فيه زود ربنا يعني مداننا زود طبيعية فبتطلع على الشعر فإحنا قدر الغسيل يقصف الشعر هو احنا عندي نسبة قلوه جمدة جدا في الماء فما بنقسل شعرنا كتير بقته هايش ومقصف وبينشف بسرعة فإحنا ممكن ناخد شعر عادي كل يوم بس اشتفه بحامة الكريمة لكن الشام بوعدات عاك قوي ده أنا بطلع الزود اللي هو ايه بيتفيد بيع الشعر تمام هل فيه أكلات معينة أو حاجة معينة مثلا دي بتغزي شعرنا يعني احنا طبعا كل ده بنتعامل مع الشعر من الخيرج بس هل فيه حاجة مثلا أنا باكلها باشربها حاجات معينة بدل ما جيب فيتامينات لأ طب أنا أكلها في الأكل حاجات طبيعية قامة الحاجات اللي ممكن تفيد شعري اللي هو زي السبانخ مثلا فيها حديد بتقوى الشعر زي الجنباري والأسماك والصفار البيض والعطس الحاجات دي بتقوى الشعر طبعا المتقصرات برضو المتقصرات دي طبعا دي شيء أساسي وكنا تكلمنا قبل كده برضو قلنا عصير البنجر عصير البنجر دي الأنميا يعني أي واحدة عندها أنميا بأول حاجة بتشبع عصير البنجر عشان الأنميا دي ما بتجي مثلا بيبقى أنت أي حد بيبقى صعب الشعر بيبقى بدوع كتير عشان الدم ده يعني الدم دي آخر حاجة بيوصل لها الدم فالأنميا دي بتدعف الدم فيبقى في نسبة أوليلا في نسبة للغزة فتلاقي شعرها بيقع تمام طيب بالنسبة للتصريحات الشعر في ناس بيبقى عندها غصبا عنها تصرح شعرها وتلاقي فيه المكاة الشعر الوحده بيتحرك يمين وشمال فتلاقي فيه فراغ في نص الشعر تجيب شعرها النحية دي يحصل الفراغ في نفس النحية طيب إيه الحال يعني هي التلموس زي هل مثلا نبدل الشعر نقله من مكان للتاني كل فترة ولا إيه الطريقة اللي ما تخليش فيه فراغ في الشعر أو ما يبنشي أو ينحل بمعنى الكلمة أولا هو ما يبقى خلي ما نريد نمي الشعر ما يخلوه ما نشده شعر يبقى سايب وما نريد مثلا نعمل طريقة مثلا نعمل زي أكسل الشمال ممكن نغير لنا حد تانية ما نصرحش ما نصبت الشعرنا نحرها واحدة بس تمام يعني نقضي نغير من التسبيحات تمام بشكرك جدا طبعا على المعلومات المفيدة دي وفي نهاية برنامجنا أحب أشكر كل المشاهدين وأتمنى تكونوا استفدتم وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية مع ضيف جديد في برنامج تريند اليوم باي باي شكرا